الاشتباكات التي تفجرت الاثنين في مدينة إب وسط اليمن بين القيادات الحوثية ليست بمنأة عن صراع أجنحة في صنعه وزير الداخلية الجديد في حكومة الانقلابيين عبد الكريم الحوثي عمو الزعيم الميليشيات يسعى إلى إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية بمعيار الولاء الطائفي للجماعة لا سيما بعد أن أطاح بنائبه عبد الحاكيم الخيواني صراع الأجنحة امتد إلى مدينة إب حيث قتل وكيل المحافظة العميد إسماعيل عبد القادر سفيان في اشتباكات نشبت في المدينة بين قياديين أمنيين تابعين للميليشيات على خلفية صراع نفوذ وجبايات مالية شوارع المدينة تحولت صبيحة الاثنين إلى ساحة مواجهات بمختلف الأسلحة الرشاشة ونزلت تعيش حالة توتر غير مسبوك وسط تحشيد وانتشار كثيف للمسلحين شهود عيان أكدوا أن عدد من العربات العسكرية تجوب شوارع المدينة في استعراض للقوة من قبل طرفي الصراع رغم إرسال الانقلابيين قوات ما يسمى الأمن الوقائي لجماعة الحوثي لاستعادة السيطرة حرب الشوارع هذه والتي استمرت ساعة عدة خلقت حالة من الضعر في أوساط سكان المدينة وأغلقت المحال التجارية أبوابها وكذلك المنازل وخلت الشوارع الرئيسية من الحركة تحديدا شارع تعز بعد آخر للمواجهات في إب قالت مصادر محلية إنه يتمثل بسعي المحافظ عبدالواحد صلاح المعين من الحوثيين إلى التخلص من مدير الأمن في المحافظة العميد عبدالحافظ السجاف وإقالته من منصبه المصادر أشارت إلى أن هناك أطرافا تتهم السجاف بأنه لا يزال على علاقة بالعميد طارق صالح نجلي شقيقي الرئيس اليمني السابق الذي يقاتل ميليشيات الحوثي في الحديدة تهمة ربما تكون ذريعة للإطاحة برؤوس أخرى كثير وفق ما هو مخطط لها